قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عقبة الشرك الفساد في الدنيا والجزاء في الآخرة يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركون فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوما لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون الله الذي خلقكم لا ينكر أحد من كفار أو غيرهم أن الله خلقه ما أحد يستطيع يقول أن أبوه خلقه أحاكم لفلان أمير الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله وحده الذي يرزقكم قد يكون رزقكم أنا اشتغلت في السوق وجبت مصرات لا ليس هذا الرزق المال وسيلة لتبادل الرزق الرزق ما يخرجه الله تبارك وتعالى من هذه الأرض يخرج منها البترول استعملوه الناس ويعوش تروه ويتبادلوا في المال يخرج منها الزروع فيتمتعون فيها ويأكلون يخرج منها الفواكه فيتلززون ويأكلون الثمار الأنعاء يخرج منها النباتات ترعى فيها الأنعام فخلق الله لأنه منها الضرع حيث نتغذى حليب اللبن ونتغذى بلحومها لأن الإنسان يحتاج في غزاء وطعامه إلى بروتين فكل غزائنا وكسائنا وكل ما نستعمله والبيوت من التي نسكنها كلها خلقها الله تبارك وتعالى من هذه الأرض فالرزق إذن من الله حتى أن الرزق يطلق على رزقنا الله السماء رزقنا البصر لو شاء أخذه إذن من الذي رزقكم كل هذه الخيرات الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم في أحد الدعي أنه ما بدي يموت يجرب ما يموت وقت بجمالك الموت يقول له ما يبدأ أروح ثم يحييكم يوم القيامة هذه التي ينكرها بعض الناس إما ينكرها باللفظ يقول لك معقول يبدأ أحياء الله يأتي بالأدلة على أنه قادر على الإحياء الذي خلقه أول مرة يحييه وأما أن يكون مكذب بالإحياء وفي الآخرة بعمله يعني لا يهتم بأمر الله ولا يطيع الله بل يطيع المخلوق فهذا يعني أنه غير مصدق بأنه سيحاسب بين يدي الله ثم يقول له سبحانه هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء شركائكم يعني الذين تشركونهم مع الله في الألوهية الإله يعني المعبود تشركونهم مع الله في الطاع هذول من شركائكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء هل يستطيع أحد من الذين تعبدونهم وتطيعونهم من دون الله تطيعونهم في معصية الله تجعلوهم شركاء لله هل يستطيع أحد أن يرزق أو يحيي أو يميت لا يستطيع أن يفعل شيء من هذا إلا الله وحده سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيها له عما يشركون به من المخلوقات ثم يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد كل طاعة لله صلاح وكل معصية لله فساد فالذين يفسدون في الأرض يهتكون الأعراض ينشرون البغي والفساد في المجتمع يزعمون أنهم تقدميون أنهم يقومون المجتمع يحررون المجتمع هؤلاء يفسدون المجتمع يخربون المجتمع عندما يظهر الزنا تظهر التفكه الاجتماعي الإنسان يا إخواني اجتماعي بطبعه فعندما لا يشعر أن ابنه أو ابنته هذه منه ويشك في ذلك لماذا يتعاب لينفق عليه أو عليها لتجنب لتحرقه وأتيكم بمثل واقعي أحد أساتذتنا درس في فرنسا دكتور في الجامعة كان يدرسنا ذهب ليه يستأجر بيت ما استطاع أن يزلس في الفندق لأنه الدراسة لا تستطيع أن يقوم بها بالفندق فبدأ يستأجر بيت بيت كبير طبعا صعب عليه فبحث عن غرفة لها مخرج جانبي ومرافق كأنها غرفة فندق وكأنها بيت خاص فيه وحصل ذلك أعطى الدلال عنوان وأخذ منه الرعبون وذهب ليستأجر هو يدخل في حديقة المنزل في فرنسا باريس وجد فتاة تبكي مكاء مرا فلفتت نظره ودخل إلى البيت فقابلته سيدة البيت مالكة البيت وبين لها أن الدلال فلان أرسله لعندها من الجنين يستأجر أردته الغرفة فعجبته مدخلها لوحدة من الجنينة وفيها المرافق وحمام ودورة مياه وكل شيء فاتفق على الإيجار ووقع عقد الإيجار مع هذه السيدة ثم دفعه حب الفضول أن يسألها من هذه الفتاة التي تخرج باكية بكاء شديد تبسمت وقالت هذه بنتنا بنتا زوجة بجانبها قال له يا زوجة بنتك هذه قال نعم قال لماذا تبكي قال شوف المضروبة بلغتهم طبعا يكلمونهم المضروبة بدأ استأجر الغرفة اللي استأجرتها أنت بكذا فرنك يعني أرخاص من آجاره هذا ظن حاله أنه في سوريا فقال لهم عفوا يعني زمساء الآجار لا تنحرجوا إلغوا العقد بينكم أجروها هي أولى مني بنتكم قال لا ما بنلغي أبدا هو عادت راجع ما بنأجرها تروح تضحك على غيرنا ليش نأجرها خلص صار عمره فوق 18 إذن ينفق ويستحمل أولاده والإنفاق عليه إذا كان ذكرا لـ 17 وإذا كانت بنت لـ 18 فصالي 18 قلنا عمل بيت تروح تستاجر وتضحك على غيره ما الذي فكك هذه الأسرة لأنه ما يدري هذه البنت أو هذا الولد طالما هو يوم عن جارته يوم عن صديقته يوم عن صديقة مرته يوم كذا وزوجته كمان يعرفوا حالهم شك فهذا الولد من مين الله أعلم لا نقول أن كلهم يزنون وكلهم يقعون دائما بالزنا ربما مرة أو لا يقع بعضهم ولكن الشك يقع فإذا وقع الشك تفككت الأسرة فالله تبارك وتعالى أمرنا بنظام دقيق محكم يجتمع فيه الرجل والمرأة ويعملون على سعادة أولادهم حتى لو أصبح لأولادهم أولاد أولاد يأكلون هم أولادهم ويتألمون بألمهم ويساعدونهم إذا استطاعوا مدلما الإبن يساعد أبوه الأب والأم يساعدون ابنهم هذا في مجتمعاتنا لماذا؟ لأن الأب والأم يشعر أن أولاده قطع منه على وجه الأرض أما أولادك عندما تفكك المجتمع لا يشعر أنه قطع منه ربما يكون قطع منه وربما يكون قطع من خمسين واحد الله أعلم ولذلك يا إخواني الذي يخالف أمر الله يفسد في الأرض والذي يطيع الله يسته في الأرض فعندما حسر الناس عن طاعة الله وظهرت المعاصي ظهر الفساد في البر والبحر فسد البر فسد البحر بمعاصي الناس بما كسبت أيدي الناس يعني بارتكابهم محرمات صارت الغشوة الرشوة صارت السرقات عندما توجد السرقات وخصوصا السرقات مثل الله على الصير بالسلاح يأخذ فلان وهدد ويأخذ أمواله هذه عندما تكون في المجتمع يتخرب المجتمع فالمجرمين الذين كانوا يحكموننا وسيزولوا بإذن الله خربوا المجتمع أيضا من هذه النواحي وهذا تقريب أفضل من التقريب السابق أفسدوا الزمى ربوا المجرمين ربوا السرق كل واحد يمتص دماء الناس وأموالهم هذا شريك لهم يدخل في حزبهم يالله يضرب بسيفهم فأفسدوا المجتمعات فعند ذلك ظهر الفساد وإذا ظهر الفساد يغضب الله على الأمة فربما تمسك السماء عن المطر ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الفاجرة وأعظم الفجار في عصنا الحالي طاغوتنا إن الفاجرة إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب هل أدركتم أن الشجر والدواب يتعبون من هؤلاء الفجار الذين يتحكمون بنا نعم بعيننا رأينا الكاميرات يطلقون النار على الحمير حتى الحيوانات يظلمونها بعيننا رأينا في بعض المواطن التي كنا نعيش فيها في سوريا يطلقون طلقات محرقة ليحرقوا زروع الناس فالشجر والحجر يرتاح منهم إذا الله صرفهم عنه هل فهمتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صدق عليه الصلاة والسلام والله إن كلامه هنا معجز كالقرآن ولكن يحتاج الانتباه إن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب الحيوانات ترتاح منه أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا الفجار وأن ينقذنا منهم وأن يدمرهم تدميرا وأن يجعلهم عبرة لما يعتبر ثم يقول سبحانه ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون يعني لما يوجد فساد الله سبحانه وتعالى يصلط بعض الناس على بعض فتحصل القتال ولا تستقيم أمورهم ويحصل القتل ويحصل كذا كل ذلك يذيقهم الله لماذا؟ لعلهم يرجعون إلى الله ويتبسكون بأمر الله ويجتمعون على أمر الله لا يجتمعون على أمر غيره إذا اجتمعوا وهذا يجتمع على أمر أمريكا مثل العملاء كما تعرفونهم من بعض الحكام أو غير الحكام وهذا يجتمع على روسيا وهذا يجتمع على الصين وهذا يجتمع على كذا فيتفرقون يكونوا مشركين أما عندما يرجعون ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون يرجعون إلى الله يتمسكون جميعا على أمر الله يتركون السرقة ويتركون الكذب ويتركونا طاعة المخلوق في معصية الخالق ويتركونا طاعة الطاغوت ويرجعونا لله يصلون كما مر في نص سابق لا تكونوا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ولد يقيموا الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر عنده أكبر من كل شيء عندما يقرأ في صلاته إياك نعبد لا نعبد غيرك يا الله ولا نطيع غيرك عندما نتمسك كلنا ونتفق على هذا لا يستطيع أن يتغلب علينا لا شرق ولا غرب أبدا إنما نرجع إلى الله ويكون عقبة الأمر لنا ونصل الله لنا فهذه سنة الله في الأرض أن كل من خرج عن أمر الله سيذيقه الله سبحانه وتعالى ما عمل ثم يقول سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبله أي من قبلكم أو من قبل ذلك كان أكثرهم مشركون كان أكثرهم مشركون بالله تبارك وتعالى ولذلك أهلكهم الله إهلاكا جماعيا وفي العصر الحاضر كثير من الناس من المكذبين في العصر حالي يهلكهم الله إهلاكا جزئيا لن يهلك الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إهلاكا جماعيا لأن الله تبارك وتعالى تكفل الله بذلك وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إذا كان يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانوا قلة في بعض الأحيان وإذا كان يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يستغفر الله لا ينزل الله عليهم عزابا ما حقا يميت الأمة الإسلامية كلها أبدا إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم وإكراما للاستغفار والرجوع إلى الله ولكن يهلك الله الناس إهلاكا جزئيا بسبب أن أكثرهم كانوا مشركون عندما يكثر الشرك في الأمة وفي المجتمع يهريكم بالله إهلاكا جزئيا فأقم وجهك ما هو الطريق السوي الذي نصل فيه إلى السعادة في الدنيا والآخرة ونتحرم من العبودين غير الله فأقم وجهك للدين القيم اجعل حياتك متجهة دائما ملازما اجعل نفسك ملازما دائما لما يمليه الدين المستقيم الدين القيم الدين المستقيم الذي أنزله الله ما هو الدين المستقيم تستسلم للطاغوت فرعون فلاني وانا تأتمر بأمر فلان أمرك أنه ذولي الشعب خرجوا عن أمر الحاكم الذي هو عميل للكفار وعليه أزول الله تعالى خرجوا عن أمره ليطيعوا الله أو أمرك تؤتلهم تؤتلهم واتطيعوا لا إذا فعلت ذلك فأنت مش لكم بالله تطيع غير الله في معصية الله تبارك وتعالى الدين القيم الدين المستقيم هو الاستسلام لله الإسلام يعني الاستسلام لله والتحرر من العبودية لغير الله فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا حد يستطيع أن يرد هذا اليوم عندما يصبح الكفار والمؤمنون والجميع عند الله يوم القيامة الكافر يقول رب ارجعوني لعل أعمل صالحا كلا إنها كلمة وقائلة ما في رد ما في رجوع للدنيا لا مرد له لا يرد هذا اليوم عن البشر أبدا لا يرده أحد من الله لا مرد له من الله يومئذ يصدعون الصدع انصدع الإناء انكسر صار قسمين يومئذ يصدعون يعني يتفرقه الخلق أشتاثا فرقتين فرق إلى الجهنم وفرق إلى الجنة فيقول سبحانه وتعالى في آخر الآية من كفر فعليه كفره ما معنى كفره سترى الحق ولم يطع الخالق الخالق هو الذي يرزقه هو الذي خلقه هو الذي يحرك يسير اللقم في جوفه والغذاء في جوفه هذا ما يبطيعه يبطيع مخلوق مثله فهذا عليه كفره يعني جزاء كفره عليه في جهنم ونياز بالله تعالى وهو الخلود في النار ومن عمل صالحا ما هو العمل الصالح الذي أمر به الله للذي تأمر به أمريكا ساوي انقلاب بساوي انقلاب لا هذا ما هو عمل صالح حكم العسكر ما هو عمل صالح هذا طاع الشياطين الإنس أو الجن وهو الشرك وصاحبه في جهنم وبئس المصير فليفهم المسلمون من هم أعداؤهم ومن هم أصدقاؤهم ومن عمل صالحا أي أطاع الله تبارك وتعالى معاول عن الإسلام إسلام سياسي وإسلام مدريش ما يبدو الإسلام يعني هو إسلام سياسي هو بده إسلام أمريكي لعنة الله على الظالمين المشركين من عمل صالحا أي مطيعا في طاعة الله تبارك وتعالى واستسلم لأمره فلأنفسهم يمهدون بنفع نفسه شنون واحد يمهد الفراش حتى ينام ومرتاح عليهم ما يصيبه من فراشه أي شيء يسوءه فكأنه يمهد الفراش هذا اللعب يعمل صالح يمهد لنفسه في الآخرة مكانا في جنة الخلد جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع الصادقين ويرزقنا الخلود في جنة الخلد والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدين